المدن لم تعد بيئة مناسبة للعديد من أنواع الأشجار واقع حذرت منه دراسة جديدة أشارت إلى أن ثلثي أنواع الأشجار في المدن تعاني بالفعل ظروفا مناخية تتجاوز هوامش أمانها أو قدرتها على التحمل ووفق الدراسة التي أجرها علماء من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة جامعة سدن الغربية ونشرتها دورية نيتشر كلايمت شينج فإن التغير المناخي يعرض العديد من الأشجار الحضرية في العالم للخطر ودرس الباحثون مخاطر تغير المناخ على أكثر من ثلاثة ألاف نوع من الأشجار في 164 مدينة حول العالم بهدف ترتيب أولويات الجهود لحماية النباتات في المستقبل واستمرار خدمات النظم البيئية المرتبطة بها ووجدت الدراسة أن أنواعا كثيرة من بينها الصنوبر والزيزافون والكستناء والأوكاليبتوس والحور الشائعة في العديد من المدن في العالم هي من بين أكثر من ألف نوع من الأشجار المعرضة للخطر بفعل تغير المناخ وأشرت الدراسة إلى أن هذه الأشجار تؤثر بشكل إيجابي على صحة أكثر من أربعة مليارات شخص في العالم وذلك من خلال تنقيات الهواء وتحسين الصحة النفسية والرفاهية عبر الاتصال بالطبيعة فضلا عن أنها تؤمن موئلا أساسيا للحيوانات وأضاف الباحثون أن تغير المناخ قد يعرض الأشجار للمزيد من الآفات والأمراض بالإضافة إلى زيادة وتيرة الظواهر المناخية القاسية مثل العواصف والحرائق والفيضانات والأعاصير نهيك عن التدخلات البشرية السلبية وتوقع العلماء أيضا أنه بحلول عام 2050 ستكون 65% من الأشجار في جميع المدن التي شملتها الدراسة معرضة للخطر ومن المتوقع حتى أن تتفاقم هذه المخاطر في الدول حيث هناك محدودية بالموارد الاقتصادية للحد من تبعات تغير المناخ وأوصى الباحثون باختيار أنواع أشجار قادرة على التعامل مع الظروف المناخية المتوقعة في المستقبل وذلك من أجل ضمان استمرارية الاستفادة من وظائفها لسيما خلال موجات الحر والجفاف وخلصت الدراسة إلى أن المدن تحتاج إلى مزيد من الأشجار خلال السنوات المقبلة مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع